في البداية دكتور إدموند الغضب الشعبي على إدارة الرئيس بايدن لتعاملها مع ملف أزمة قطع غزة والحرب الإسرائيلية التي مستمرة حتى سبع شهور حتى الآن يتصاعد في الولايات المتحدة ربما يذكرنا هذا بما حدث إبان حقبة حرب فيتنام وقتها كان الرئيس الديمقراطي لندن جونسون وقرر عدم الترشح وهذا فتح الباب لريتشارد نيكسون الجمهوري أن يفوز بالانتخابات نتيجة طبعا لغضب شعبي وتقارير استلاعات الرأي لم تكن في صالحه على الإطلاق هل برأيك يمكن أن يتكرر التاريخ مع بايدن الديمقراطي وترامب الجمهوري بنفس الطريقة بسبب حرب غزة؟ الانتخابات الأمريكية ملأ بالمفاجآت وبالتالي فأنه يمكن أن تحدث مفاجأة هذه المرة أيضا حتى الآن يبدو أن الرئيس السابق ترامب قد يستفيد من هذه المحاكمات والاتهامات التي توجه له حيث أنه يستطيع تعبئة أنصاره الذين يعتقدوا بأنه هو ضحية لإجراءات تقوم بها الإدارة الحالية إدارة الرئيس بايدن وأن هذه الإدارة تستغل هذه الأمور لإضعافه ولإبعاده عن القيام بمهماته وتحركاته الانتخابية في الولايات المختلفة ولذلك فأنه يبدو أن كل مرة نرى بأن وجهت اتهامات جديدة للرئيس السابق ارتفعت أسهمه بين أنصاره وحصل على أموال إضافية وأكثر من السابق كل مرة أكثر من المرة الثانية ولكن هذا بالضرورة لن يعني أننا سنعلم ما هي نتائج الانتخابات ربما إذا كانت هناك إدانات للرئيس ترامب في إحدى الاتهامات التي توجه له هذه قد تؤثر عليه وعلى فرصه في الانتخابات وبالتالي فأن هذا أيضا من الممكن ولكن في نفس الوقت أيضا بدأنا نرى بأن هذه الأحداث أحداث غزة بدأت فعلا تؤثر كما تعلمين جيدا فأن بعد أحداث السابع من تشرين أكتوبر كان هناك تعاطف كبير من قبل الغالبية الأمريكيين مع إسرائيل مع مواقف إسرائيل وكان هناك اعتقاد بأن إسرائيل هي الضحية في ذلك الوقت ولكن مع مرور الأحداث مع التطورات الأخيرة مع ازدياد عمليات القتل في غزة وصل العدد على الأقل لـ 34 إلى 35 ألف قتيل تلتيهم من النساء والأطفال وبالتالي هذه بدأت تؤثر على المواطنين الأمريكيين العاديين ولأول مرة حتى في تاريخ الولايات المتحدة رأينا تعاطف أكبر مع الفلسطينيين مما هو عليه مع الإسرائيليين أظهر استطلاع رأي لغالوب بأن 55% من الأمريكيين يؤيدوا وقف إطلاق النار فوراً و36% فقط من الأمريكيين يؤيدوا موقف الإدارة وموقف إسرائيل في نفس الوقت في استطلاع لـ New York Times ظهر بأن الأرقام هي الآن 57% من الذين يريدوا وقف إطلاق النار وبالتالي فأن هذه كلها ستؤثر لكن حتى الآن لا يبدو بأنها تؤثر كفاية لتغير سياسة الإدارة بطريقة جدرية ومن هنا نرى هنا فعلاً سؤالك المهم وهو العودة إلى تاريخ المظاهرات في الولايات المتحدة هذا التاريخ قديم هو إلى حد كبير في يتنام رأينا في البداية كان هناك تعاطف مع الموقف الحكومي ولكن مع مرور الوقت رأينا أنها ردت فعل كذلك حركة الحقوق المدنية كان هناك في البداية قمع للمتظاهرين في بعض الولايات الجنوبية وشرس إلى حد ما قتل عدد من الناس وسجنت أعداد كبيرة ولكن مع مرور الوقت بدأنا نرى أن الرأي العام الأمريكي تغير وحتى موقف الحكومة يتغير أيضاً ورأينا ذلك حتى في العراق ما في حرب العراق كان هناك مظاهرة في واشنطن كان أكثر من أربعمائة ألف شخص حضروها وبالتالي هذه كلها قد تؤثر ولكن حتى الآن هذه ليس لديها التأثير الكافي لتغيير سياسة الإدارة